شبثت الإنترنت مصنلباتها وخدماتها الآن يعد التواصل ونقل المعلومات جانباً مهماً في الحياة فهو أدافة علامة أدوات التغيير والتطوير والتفاعل بين الأفراد والجماعات ويلعب دور التواصل التواصل يلعب دوراً مهماً في التطوير والتغير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي فكلما اتسعت خطوات التغيير والتطور اتسعت الحاجة إلى المعلومات والأفكار والخبرات وازدادت الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى قنوات الاتصال لنقلها وإيصالها إلى الأفراد والجماعات الآن شبكة الإنترنت تعد من أعظم الإنجازات في تاريخ الحاسوب فهي من التقنيات التي أحدثت ثورة في أسلوب تبادل المعلومات وحجمها فهي إداءة كبرى للاتصالات وهي الجزء الأهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن مفهوم الإنترنت أو أول شيء نيجي لمفهوم الإنترنت الإنترنت أو بالإنجليزي إنترنت مشتق المصطلح من العبارة Interconnected Network وهي شبكة تصل بين مجموعة هائلة من شبكات الحاسوب حول العالم يعني منلاقي شبكات حاسوب حول العالم منتشرة بتكون هاي الإنترنت عبارة عن شبكة بتوصل بين هالمجموعة الهائلة من شبكات الحاسوب كلها هذي حول العالم هاي الشكل بوضحنا شبكة الإنترنت الآن أما شبكة الحاسوب اللي هي Network هي مجموعة من الحواسيب اتنين أو أكثر بترتبط فيما بينها بواسطة خطوط اتصال لها القدرة على نقل البيانات والمشاركة في المعدات كالطابع والبرمجيات يعني حواسيب مرتبطة مع بعض بتنتقل البيانات فيما بينها أو بتتشارك في المعدات فمثلا في عندي مختبر حاسوب مش ضروري كل جهاز أشبك عليه طابعة بقدر إني أشبك كل الأجهزة على طابعة وحدة ويتشاركوا في المعدة نفس الإشي بقدر إني أنزل برنامج معين على جهاز واحد وبتشارك هاي البرمجية على وقية الأجهزة بدل ما إني أشتري لكل جهاز أو أنزل لكل جهاز البرمجية نفسها مع ظهور الإنترنت أصبحنا مرة منقول عن العالم قرية كونية مرة منقول قرية صغيرة فقد تم التغلب على التبعات الجغرافية والمساعفات الشاسعة بين دول المجتمعات بسبب السرعة الهائلة في نقل المعلومات وما من إيه الزمن للانتقال بالساعات بل بالدقائق بل بأجزاء من الثانية يعني إحنا منكون قاعدين ممكن توصلنا أخبار من الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو من شرق آسيا أو من بلد كتير بعيدة جغرافيا بأقل من دقائق بثواني عن طريق الإنترنت وشبكات الاتصال الانترنت بوفر لنا مجموعة كبيرة من الخدمات أهم إشي فيها الاتصال طبعا الاتصال عنا أمثلة كبيرة على الاتصال في عنا خدمة البريد الإلكتروني اللي هو الإيميل كلنا بنعرفها اللي هي خدمة تتيح تبادل الرسائل الإلكترونية والملفات والصور والفيديو عن طريق إرسالها من الشخص المرسل إلى المستقبل باستخدام عنوان بريد للمرسل إليه وبكل فئة أقل من البريد العادي يعني ممكن ما ندفع ولا شيء تكون معظم خدمات البريد الإلكتروني بتكون مجانية هاي أول إشي بالاتصال بخدمة البريد الإلكتروني اتنين المحادثة اللي هي الشات كيف إحنا منروح على شبكات تواصل اجتماعي زي الفيسبوك تويتر سكايب في عنا كتير مواقع شهيرة بتقدم خدمة المحادثة اللي هي وسيلة للتواصل بين الأشخاص مباشرة عبر شبكات الإنترنت يا إما بتكون محادثات عبر رسائل فورية يعني منكون نستخدم المايكروفون والكاميرات وهو بيعرف بالمحادثات الصوتية والمرئية يعني زي لما نعمل مثلا فيديو كول أو المكالمة صوتية مع حدا خارج البلاد عن طريق فيسبوك أو تويتر أو سكايب أو عن طريق إنه نرسل بريد إلكتروني هذا الاتصال خدمة الاتصال بشكل عام الآن غير إنه الإنترنت بوفر لنا خدمة الاتصال بوفر لنا خدمة التعلم الإلكتروني زي ما إحنا هلأ عم نفهم بهذه الفترة التعلم إلكتروني إنه نستخدم أجهزة الحواسيب وصائل اتصال الحديثة زي شبكات الحاسوب وصائتها وطرق البحث والمكتبات الإلكترونية ومواقع الإنترنت بإنه نتعلم ممكن إنه نتعلم إلكترونيا بغرفة الصف وممكن إنه من مكان آخر زي ما إنتوا هلأ ببيوتكم عم تتعلموا عن بعد تعلم إلكتروني ثالث خدمة بوفر لنا إياها الإنترنت له البحث عن المعلومات في عنا محركات بحث مختلفة متوفرة على شبكة الإنترنت لحتى نوصل لمعلومات مطلوبة زي محرك البحث جوجل رح نتعرف كيف نستخدمه لاحقا وكيف نتعامل معه أربعة اللي هي تنزيل البرمجيات المختلفة على شبكة الإنترنت من لايج عدد كبير من البرامج ألعاب معالجات نصوص خلفيات برامج تعليمية ومعظمها بيكون مجانية اللي إنه ممكن نحصل عليها أو ننزلها عن طريق شبكة الإنترنت خامسا مشاركة الملفات في عندي قواعد خاصة بمشاركة الملفات بين المستخدمين لشبكة الإنترنت وممكن تكون عملية تبادل الملفات بين أشخاص دون وجود وسيط وتتميز بالسرعة إنها بيكون سريعة وسرعة التحميل مع إمكانية تحميل ملفات الكبيرة والضخمة فمثلا أنا بقدر أرسل ملفات كبيرة وضخمة وحجمها كبير وأشاركها مع مجموعة أشخاص بديهم بسهولة ممكن أبعث لكم مثلا مثلا هلأ الامتحانات الإلكترونية إحنا منشارك معكم الامتحان منرسل لكم نموذج الامتحان منشاركوا لكل طالبات الصف وإنتوا بتجاوبوا عليه بطريقة سريعة هلأ الخدمة السادسة اللي هي التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية طبعا كلنا منعرف التسوق باستخدام المتاجر الإلكترونية اللي هي مواقع إلكترونية تتيح للمستخدم تنفيذ طلبات الشراء ودفع قيمة المشترية ثم يتم شحن البضاعة المطلوبة كتير منا هلأ منستخدم مواقع الشراء والتسوق ومنطلب الطلب بدنا إياها وبيوصلنا الطلب على البيت ومندفع يا إما عند الاستلام أو على طرق الدفع الأخرى هلأ السابع خدمة اللي هي الحكومة الإلكترونية هلأ كل الخدمات العامة والمعاملات الحكومية اللي إحنا منروح منعملها مثلا بالأحوال المدنية أو بالسفارات أو بالجوازات ممكن إنها تقدم هاي الخدمات عن طريق الإنترنت طبعا ليه؟ بهدف إنه نحسن الأداء من ناحية إنه نقدم الخدمة بأقل وقت وتكلفة لحتى ننجز المعاملات الحكومية وهلأ صار فيه كتير عنا معاملات حكومية إلكترونية هلأ طرق الاتصال بالإنترنت عبر خطوط الهاتف بطريقة ادي اسأل يعني طرق الاتصال السلكي اني استخدم الاتصال بوسائل الالكترونية باستخدام اسلاك فعندنا مثال اللي هو خطوط الهاتف الاتصال عبر خطوط الهاتف العمودي هلأ متطلبات هاي الاتصال بالانترنت خلال الهاتف العادي عفوا العادي عندي اول اشي بيلزمني هلأ متطلبات الاتصال اذا انا بدي اتصل الاتصال سلكي بالانترنت بيلزمني هاي الخمس مكونات اول شيء بيلزمني جهاز حاسوب شخصي اول شيء جهاز حاسوب شخصي ممكن اني استخدم اي نوع من اجلة الحاسوب وكل ما كان طبعا مواصفاته متطورة وكفاءته عالية بيكون افضل اذا اول اشي بحتاج لحتى اتصل بالانترنت سلكيا بحتاج حاسوب اتنين بحتاج خط هاتف طبعا خطوط الهاتف منشوفها وين مكان بالشوارع من شركات الهواتف ثلاثة بحتاج مودم هذا هو المودم هلا المودم هو عبارة عن جهاز بيربط بين الحاسوب وخط الهاتف زي ما احنا ملاحظين هو جهاز بيربط بين الحاسوب وخط الهاتف قد يكون داخل الجهاز الحاسوب او خارجه هون هايو خارج جهاز الحاسوب ممكن يكون داخله هلا شو وظيفة هذا المودم انه يحول البيانات الصادرة من جهاز الحاسوب الى اشارات على شكل موجات تنتقل عبر خط الهاتف يعني بحي ولي البيانات مثلا الرسالة بحولها لاشارات تنتقل بخطوط الهاتف هون وبتوصل ل جهاز مودم آخر الجهاز المودم الآخر بحولها برجع لبيانات لمرة أخرى قبل ما تفوت لحاسوب ثاني يعني ببعثها هاد الحاسوب بتصير هون المودم بحولها لاشارات عشان تنتقل بهاي الخطوط وبعدين هاي الخطوط بتروح تنقلها لجهاز من الاجهزة الموجودة حول العالم حسب احنا لوين بدناها نرسلها هلا الرابع مكون اللي هو برنامج لتصفح الانترنت يعني براوزر اللي هو البرنامج اللي بتم بواسطه عرض صفحات الانترنت زي الجوجل كروم زي الانترنت اكسبلورل اي مستكشف انترنت اي برنامج اخدناه بالصف السادس او الخامس اخدتوه اللي هو برنامج المستكشف الانترنت اللي بنستخدمه لحتى نتصفح صفحات الانترنت طبعا بحتاج لبرنامج اتصفح الانترنت بيكون موجود على الجهاز لازم عشان اعرف اتصل باي حدا ثاني هلا خامسان اللي هو مزود خدمة الانترنت الاس بي اللي هي الشركة اللي بتوفر لي امكانية الوصول للانترنت مقابل الاجر مادي عن طريق الاشتراك لساعات معينة شهرية او سنوية بيعطونا رمز شخصي اليوزر اي دي وبيعطونا باسوورد كلمة مرور ومنصير منقدر نتصل بالانترنت زي عنا شركة امنية شركة اورانج وشركة زين عنا امثلة على مزود خدمة الانترنت بالاردن هذا بالنسبة للاتصال السلكي الاتصال اللاسلكي هو انه الاتصال اللي فيه نستخدم مش اسلاك او كبلات نستخدم فيه امواج كهرومغناطسية خاصة لتبادل المعلومات بين اعضاء الشبكة بدلا من الاسلاك والكوابل مثل امواج الراديو رح تاخدوها في صفوف متقدمة زي ما انتو شايفين ما في عندي بين الحواسيب اسلاك او بين الاجهزة في عندي بس موجات هاي اشارات الموجات هي اللي بتخلي الاجهزة موصولة مع بعض رح تتعرفوا عليها اكتر بصفوف قادمة ان شاء الله وهذا كان الدرس شكرا لاستماعكم انتهى الدرس